اشتركوا في القناة والمعتمرين الحلقة الرابعة تحت عنوان شد الرحال إلى تاني الحرمين معشر الإخوة والأخوات إن زيارة المدينة المنورة مستقلة عن الحج والعمرة ولا علاقة لها بهما غير أنه من حسن الأدب ومن أداء جزء من حقوق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وقد أحسن إلينا أيما إحسان ولم يحسن إلينا أحد بعد إحسان الله تعالى كما أحسن إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا جهدي حتى أته اليقين أقول من باب جزاء هذا الإحسان أن نزور طيبة مدينته عليه الصلاة والسلام تحت نية شد الرحال إلى ثاني الحرمين فأصل النية هنا الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي تفضل الصلاة فيه الصلاة في غيره من المساجد عدى المسجد الحرام بألف درجة ويتفرع عن ذلك برنامج مستحب لهذه الزيارة يشمل وبهذا الترطيب يجتمل على ما يلي أولا زيارة القبر الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تتقدم بكل أدب وتقف أمام قبره الشريف وتقول السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وتبلغه السلام على من كلفك بذلك تفصيلا إن سمحت الظروف أو إجمالا إن لم تتح الفرصة ويشمل ذلك زيارة الرودة الشريفة والصلاة فيها إن سمحت الظروف ويستحب ذلك من حيث المبدأ عند المجيء إلى طيبة وعند السفر والخروج منها غير أنه في يومنا هذا تقنن هذه المسائل وتعطى لك الفرصة لزيارة واحدة يعني تقرر في يوم معين يجب عليك أن تلتزم به وإلا ضاعت منك هذه الزيارة ثانيا ملازمة الصلاة الجماعية في مشجده صلى الله عليه وسلم طيلة إقامتك هناك والحرص على بعض النوافل وكذا تلاوة القرآن والإكثار من الذكر والإكثار من الدعاء ثالثا زيارة بعض الأماكن وتنقسم إلى قسمين القسم الأول له أصل من السنة أو إشارة إليه فيها ويشمل ذلك مدافن البقية التي كان عليه الصلاة والسلام يقصدها ويقف على المدفونين فيها وهم خيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فيدعو صلى الله عليه وسلم والتزاما بهذه القدوة والأسوة يذهب الإنسان لزيارة البقيع وهو أمر متيسر لأن مدافن البقيع قريبة جدا من المسجد النبوي ومن ذلك مسجد قبا الذي كان عليه الصلاة والسلام في حياته ولسيما كل سبت يزوره راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين وإذا قام أحدنا بذلك فهو عمل طيب يعدل عمرة ثالثا زيارة مقابر وشهداء أحد هذا الجبل الذي قال عليه الصلاة والسلام إنه جبل يحبنا ونحبه ومدام صلى الله عليه وسلم يحبه نحن نزوره تعبيرا عن هذا الحب الذي شاءت إرادة الله تعالى أن يجمع بيننا وبين أحد خلقه وهو الجبل ثالثا وهذا النوع يعتبر من باب زيارة مآت المسلمين فقط كأن يزور الإنسان مثلا المسجد القبلتين حيث غيرت القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أو أن يزور الإنسان مكان حفر الخندق وذكريات أخرى من هذا النوع لا نقول إنها سنية ولا مندوبة ولكنها تذكرك بمآتر المسلمين وما ضحى به الآباء والأجداد من أجل إقامة هذا الدين هذا ما يصر الله بنسبة لهذه السلسلة المباركة وفي ختامها صلى الله وسلم وبارك وتنعم وتفضل على سيد الخلق وسيد المرسلين اللهم يا ربي صلي وسلم عليه صلاة وسلام يليقان بمقامه الشريف اللهم اجعلنا نسير على سنته وامتنا على هديه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تردنا حوضة وترزقنا منه شربة هنئة لا نضمأ بعدها أبدا وبعد ذلك تدخلنا مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة